موسيقى قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين ان الغرب يستغل اوكرانيا لتدمير روسيا و الى ذلك وجه بوتين الحكومة الروسية بتشكيل لجنة تشرف على تطوير الانظمة القوية بدون طيار على المستوى المحلية مؤكدا اهمية اعداد مقترحات منصقة لتنفيذ سياسة روسيا في هذا المجال وحل المشكلات المتعلقة بتطوير وانتاج واعتماد وتشغيل الانظمة القوية غير المأهولة ووسائل الحماية من استخدامها غير القانوني وتطوير البنية التحتية لازمة لتشغيل هذه الانظمة وتدريب الافراد الذين سيشرفون على تشغيلها اكد وزير الدفاع الروسي سيرجاي شويغو ان انتصر روسيا في العمليات العسكرية الخاصة في اوكرانيا امر لا بد منه وقال المسؤول الروسي ان بلاده وجهة تحديات خطيرة غيرت مسار الزمن المعتادة مشيرا الى ان استقبال العام الجديد يأتي في ظل ظروف صعبة افرجت روسيا واوكرانيا عن اكثر من 200 جندي في احدث تبادل للأسر بين الجانبين خلال الصراع المستمر منذ عشرة اشهر واوضحت وزارة الدفاع الروسية ان اوكرانيا اطلقت صراحة 82 جنديا روسيا في حين اعلن اندري يارماك مدير مكتب الرئيس الاوكراني ان روسيا سلمت بلاده 140 جنديا اوكرانيا وضفت كييف ان بعض المفرج عنهم هم 132 رجلا وثماني نساء اصبوا خلال دفاعهم عن مدينة ماريوبول السحلية المطلة على البحر الاسود وفي جزيرة الثعبان وافرج الجانبان عن مئة الجنود الاسرى في عدة جولات من عمليات التبادل خلال الشهر القليلات الماضية على الرغم من الانهيار الكامل للمحادثات الدبلوماسية الاوسع بين موسكو وكييفا